اشتركوا في القناة وقام 1783 ميلادية في عهد المؤسس أحمد الفاتح طيب الله ثراه وذكر انضمامها لمنظمة الأمم المتحدة دولة كاملة العضوية وذكر تولي جلالته حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد وأكد سموه خلال الاتصال أن مملكة البحرين تحت قيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تمضي بخطا ثابتة في مسيرة العطاء والتقدم عبر منجزات متواصلة على مختلف الأصعدة التنموية لتحقيق ما يصب إليه شعب البحرين الوفي من ماء وازدهار وقال سموه إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تمر على وطننا الغالي وهو يزهو بالمزيد من المكتسبات التي تحققت بفضل الرؤية السديدة لجلالة الملك المفدى يده الله والتي عززت من مكانته الحضارية بين الأمم داعيا سموه الله تعالى يحفظ جلالته وأن ينعم عليه بمنفور الصحة والعافية وطول العمر وأن يوفق جلالته لما فيه خير وتقدم المملكة وشعبها العزيز وقد أعرض حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لصاحب السموه الملكي رئيس الوزراء الموقر على مشاعر سموه الطيبة النبيلة مشيدا جلالته بدور سموه الكبير وجهوده في تعزيز مسيرتنا الوطنية المباركة متمنيا لسموه وافر الصحة والعافية